السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكل متابعين مطبخ نونا معكم نونا الحجيري النهاردة بإذن الله هنعمل وصفة سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية زي ما تعودنا كل دايماً فطائر محشية بالجبنة الدقيق روعة في طعمها هشة وطرية وكمان فيها سنة أرمشة الفطار بتاعتنا مميزة جداً لأن مكوناتها من مكونين رئيسيين متوفرين في المطبخ عندنا مكوناتها من الدقيق والمية بدون تخمير بدون كمان عجن مش هتاخد مننا أي تعب وأي مجهود في المطبخ ده شكلها من الداخل كمان مورقة وكمان فيها سنة أرمشة زي ما قلت لكم فوق الروعة الفطار نقدر نعملها كمان للمدارس بدل السندورت شاد نبدأ مع بعض ندخل من نشوف الفيديو والمقادير طريقة التحضير بسم الله هنبدأ مع بعض تحضير الفطار أول حاجة أنا معايا معيار كوبية واحدة اللي بعاير بيها كوبيتين من الدقيقة وحط عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة برضو من السكر ومعايا مقدار كوبية من المياة الدفية الدفية مش مغلية وحط دق أنزل شوية شوية وعجن فيها لحد لما تتكون معايا عجينة طريقة بس مش بتلزق هنشوفها مع بعض هي دي مكونات الفطار بتاعتنا دقيق وميا ورشة ملح ومعلقة صغيرة من السكر الدقيقة سهلة وقد دقيقة اقتصادية وكمان موفرة جدا ده شكل عجينة بعد ما تكونت حبدأ أعجنها بالطريقة دي لمدة لا تقل عن 10 دقايق تمام؟ اتعجنت حبدأ دلوقتي أقسمها لكور على قد حجم الفطار اللي أنا محتاجها بالشكل ده هكمل كل العجينة هقطحها لكور دي وبعد كده حبدأ أفردها بطريقة معينة علشان أسبة ترتاح جبت كل كورة وبدأت أن أنا أبططها على شكل دائري أو على شكل رغيف العيش لما بنفرده بيننا الشابة وجبت طبق ومسحته مسحة زيت وبقيت أحط كل قطعة من العجين بعد ما بفردها بالشكل ده وبغطيها بمسحة زيت حنعمل واحدة مع بعض وحنشوف الطريقة ده شكل الفطار اللي عملتها أو شكل الكور اللي فردتها وبعد كده بفرد معاكوا واحدة قدام الكاميرا إحنا بنفرد على زيت مش بنستخدم الديق خلاص هي دي الطريقة اللي حسيب العجينة ترتاح فيها ومش هستخدم إن الشابة بعد كده هنشوف مع بعض طريقة تشكيل طبعا الفطار في المرحلة اللي بعد كده بمسح مسحة زيت وبحط العجينة اللي فردتها فوق وبرضو بغطيها بمسحة زيت الزيت اللي بيخلي كل واحدة ما تلزقش في اللي تحتها نبدأ نحضر الحشوة أنا عندي جبنة كريمي وعندي زيتون أخضر حلقات ماينفعش نحشي بجبنة نشفة بيضة لإن في قبل كده سؤال جالي ممكن أحشي المعجنات بجبنة نشفة الجبنة البيضة النشفة معروفة عندنا هنا في مصر مش عارفة إذا كانت معروفة برا في الدول التانية باسمي إيه بتدخل الفرن بتبقى نشفة يعني بتحجر الجبنة الكريمي دومتي أو جهينة أو أي نوع بتبقى سهلة جدا معانا في الفرد حبدأ دلوقتي أشكل الفطير خدت أول واحدة مسحة برضو رخامة مسحة زيت وبحطها وبفردها بالشكل ده أهم حاجة في الفطير تسيبها ترتاح أنا سيبتها ارتاحة تلت ساعة ببدأ أخد واحدة واحدة وبفردها وبهويها افردوا على قد ما تقدروا لو تقطعت من نقل عجينة ما تقلقوش كله بيتدارة وبتساوى في التشكيل شايفين بفرد فيها وبهوي فيها بتبقى كل سهولة معايا لأن سيبتها ارتاحة باخد معلقة من الحشوة وبحطها في الطرف وبفردها بوزها بحيث أن أنا لما أشكل الفطيرة بتاعتي أو المعجنات يبقى الجبنة موجودة ومتوفرة في كل قطع فيها بتني النحيتين بقفل عليها عشان ما تخرجش مني وبعد كده ببرومها على شكل رول كده الجبنة بقت في الداخل مش هتخرج مننا هبدأ أننا بعد ما لفتها رول أفضل أسوي فيها وبرده أفردها رول تاني طبعا هنا أنا بطلع الهوى الداخل جوه الفطيرة وكمان بتجي معايا طول كل ما ببروم فيها خلاص كده الحروف بتاعتها مقفولة زي ما احنا شايفين واجبنا ومخرجتش ببدأ أننا أتنيها وافردها شكل حلزوني ده أبرومها بقت ده شكل الفطيرة المعجنات ببقى محضرة صاج فرن فرشها طبعا بورقة من الزبدة مش متوفر ورقة من الزبدة بمسحه مسحة خفيفة جدا من الزيت احتياطي برضه علشان ما تلزقش وبكمل كل المعجنات بتاعتي بنفس الشكل بمسح الوش بتاعها بصفار بيضة ومعلقتين من اللبن الحليب وبحط عليهم رشة من الخل علشان أكثر زفارت البيض وبمسح المسحة دي بالفرشة وطبعا بسيب الفطير ترتاح لمدة 10 دقايق بكون أثناء هي ما بترتاح بعد التشكيل مولع الفرن على أعلى درجة تسخن آخر تتش ان انا بحط عليها على الوش شوية من حبة البركة والسمسم طبعا ده اختياري وشايفين شكلها بعد مرتحت كمان انتفخت عن مكانة وانا بشكلها يعني بطريقة سهلة وبسيطة وبدون تخمير العجينة مرتاحة جدا وكمان هتديني الرونق بتاعها من الداخل طبعا احنا عملناها كل الشغل بالزيت ففيها سنة أرمشة رهيبة دخلتها الفرن على الرف الوسطاني على الشبكة أخدت بالزبط ربع ساعة أنا بتبحها ما فتحتش عليها الشوية هي أخدت اللون الروعة ده طبعا من مسحة اللبن والصفار بتاع البيضة وما تقلقوش ما فيهاش أي ريحة من الزفارة لأن لما رشت عليها رشت الخل كسرت الزفارة اللي فيها حقطع لكم واحدة وتشوفوها من الداخل قد ايه من جوة مورقة فعلا فوق الطحفة هي بسيطة وسهلة وكمان مشبعة يعني تنفع بديل للصندو تشات أو حتى للفطار الصبح سهلة جدا جدا اعملوها وبإذن الله تنول اعجبكم ما تنسونيش يا جماعة اللي أول مرة يشوف القناة ياريت لايك للفيديو والاشتراك مع تفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد لو سمحتوا ما تنسوش الضغط على جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل الفيديوهات كانت معكم ننا الحجيري صحتين وهنا على قلوبكم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة